من واقع الحقيقة ننقل الصورة كما وجدناها بعدسة الكاميرا لمدينة الحب التاريخية في تعز الأصابح حيث عاش فيها الآباء منذ مئات الأعوام لا تفصل بينهم المباني الشهيقة ولا منحنيات الحضارات المتقدمة كل ما هنالك كهف سكنت بعد أن محورت لغرف نوم ومطابخ وأماكن سكن لتجمعات الأسرة ومن الجبال ينحطون بيوتا سكن الحيد القب منذ أربعمائة سنة تقريبا وكانت تحتوي على ثلاث أسر وتفرعت إلى عشرين أسرة ولما كبيرت العائلة تقريبا بحدود أربعين أسرة والغرف عشرين انتقلوا إلى القب فوق سكنوا أقدادهم من قبل أربعمائة سنة بعدين استمروا أقل واحد أهلا عشرين سنة يوم نقلوا بالثمانينات وكان فيه أكثر من عشرين غرفة وفيه كان غرف دورين الدور الأول للمواشئة والدور الثاني للسكان إلى جانب جوز مخصص للمطابخ وفيه أكثر من عشرين غرفة بقايا آثار المكان شهدة على حضوره في معالم التأريخ فهنا قطع الأثاث المختلفة كالمباخر والملحة المخصصة لصنع اللحوح وغيرها وحكاية كثيرة من الناس مفادها أن العروس كانت تزف لكهف من هذه الكهوف مقارنة بفتيات العصر وتغير الزمان هذه الأدوات تجدوها لا زالت لازم محتفظين بها الماورة وهي طحن الطعام الدبيا اللي هو حلب الأبقار المافي الخبز الصعد اللي هو ما يقابل الشولة أو الغاز وهكذا بعد تكاثر الأسر هنا لم يسعهم المكان فما كان منهم إلا الخروج منها وبناء منازل تعلوها مكانا وقدرا لتتحول بأمتارها الستة إلى أماكن مخصصة لجمع علف الحيوانات شكنوا آباءنا وأقدادنا في هذا المكان وبقوا يشتغلون في الرعي وهكذا فبدأ تتكاثر الأشار بدأت تتكاثر الأشار وبدأوا يبنون البنيان الحديث ألا وهو بناية العماير بعد ما نقلوا السكان إلى فوق حولوها إلى مخازن الأعلاف طبعا تحتوي على دورين دور أرضي ودور فوق هذا المكان عاشوا فيه بأكثر من 400 سنة الأقداد إلى ما قبل سنين بعد ما لم يسعهم المكان هذا وتوسعة الأسرة طبعا طلعوا إلى فوق القبال وهذا طبعا شيء تاريخي من المفترض من السلطات المحلية والوزارة السياحة الاهتمام بهذه الآثار من لحج وحضر موت وغيرها من الأماكن قدم الناس إلى هنا وسكنوا الكهوف وعملوا برعي الأغنام شيد جيلا يتجاوز الصعاب ويحفر في الحجر بخلاف اليوم الذي تغيرت فيه معادن القلوب فأصبحت المنازل رغم كثرتها غير مسكونة بأهلها بل بصورهم فقط